بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أهلا ومرحبا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي قناتنا قناة أون ومشاهدي قناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية وسائر مشاهدينا الأعزاء الكرام في كل مكان اليوم هو الحلقة المخصصة للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بنكون في شريف استقبلها على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة ده اسم صفحتنا اللي بنتلقى عليها الأسئلة والأجوبة بتكون من خلال الشاشة ليس من خلال الصفحة صفحة فقط لتلقي الأسئلة والأجوبة بتكون في اليوم المخصص للرد على الأسئلة وهو يوم الأربع من كل أسبوع بنذكر حضراتكم بنلتقي وإياكم من السبت إلى الأربعاء من السبت للتلات بنكون في رحاب التفسير الموضوعية لصور القرآن الكريم وكمان بناخد أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة وقدر الطاقة بنحاول نجاوب عنها في ذات الحلقة ويوم الأربع هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بتفد على الصفحة الرسمية للبرنامج وكمان بنعرض فقرتنا المباركة فقرة كتاب قلوب عامرة اللي هو بيكون برضو بنعرضها يوم الأربع نبدأ بقى في أول سؤال معنا النهاردة من الأسئلة اللي تشرفنا باستقبلها على صفحتنا الصفحة الرسمية للبرنامج سائل بيقول عند قراءة قصار الصور في الصلاة هل لابد من قول البسملة في كل صورة ولا مرة واحدة في الأول فقط وعند قراءة الأذكار عند تكرار مثلا صورة الصمد والمعودتين لابد من قول البسملة في التكرار أو عند تكرار حراءة الصورة المختار للفتوى بالنسبة لهذه المسألة أخي الفاضل أن قراءة البسملة في الصلاة وخارجها سواء في التلاوة أو حتى في الذكر أو في قول الأذكار مشروع في الجملة في بداية الفاتحة أو بين قصار الصور وبتختلف بقى درجة المشروعية بحسب أقوال العلماء والفقهاء واكتهادتهم في هذه المسألة وينبغي في الحالة دي أو في غيرها من المسائل اللي بيكون فيها للعلماء أقوال أنه المكلف بيقلد من الأراء أو بيتبع من الأراء أو بيأخذ من الأراء ما يكون أيصر لحاله وبما كذلك يبعد عنه الوسوسة والفكر وهل ده صح ولا هل ده غلط الأمر في جملته مشروع أخي الفاضر فإن أعينت حبيت تكرر البسملة ما فيش مشكلة ذكرتها مرة واحدة ما فيش مشكلة لأنه هي كلها من باب الاستحباب وأن حضرتك يعني بتسعى إلى استزادة كل ذكر أنت بتقوله كل قول كريم تقوله مما ورد في القرآن أو في الصنة عموما الإنسان بيؤجر عليه فبيبقى مزيد أجر وثواب للقائل وللتالي يا أخي الفاضل السؤال الثاني اللي معنا النهار ده عايز حكم اللي بيبدل الدواء اللي بيصرفه الشغل للموظف حكم اللي يبدل الدواء اللي يصرفه الشغل للموظف بأشياء أخرى من الصيدلية سواء كان دواء أو يعني هيبدله بدواء تاني أو إنه هيبدله بفلوس عشان نبقى صدخين مع السائل الكريم عشان نقدر نقول أن الرد يعني لازم نقول أن الرد على المسألة دي لابد فيها أن احنا نستوضح أولا الطريقة اللي تحصل بيها العامل أو الموظف على الأدوية دي إذا كان العامل أو الموظف تحصل على هذه الأدوية بطريقة استحقاق مشروع يعني ده حقه وبياخده حقه المشروع وبياخده بطريقة مشروعة وهو في احتياج لهذه الأدوية بالفعل والأمر ده تم بإشراف وعلم جهة العمل والقوانين المنظمة لمثل هذه الأحوال فهو بكده بيكون قد تملك فيفعل بها ما يشاء سواء بالانتفاع في التداوي أو إنه يبحى أو إنه يستبدلها بشرط عدم الإضرار بصحته يعني ما هو من ورد تصرف اللي هيعملته وعايزي بدلها بدوى تاني ربما الدوى تاني يكون فيه ضرر عليك فلابد من الاستعانة بأهل الخبرة والتخصص لا يكون فيه ضرر على حضرتك ولا ضرر على غيرك سواء من المستحقين للدواء أو من العاملين بسوق الدواء يا أخي الفاضل ومع ضرورة وده اللي بنأكد عليه دائما أبدا لابد مراعاة من مراعاة القوانين واللوائح المنظمة لأمر صرف الدواء للموظفين في جهات العامل يعني الأمور الالتزام بدوى إلا إحنا هنبقى عايشين في غابة كل واحد بيعمل اللي عايزه وماشي بقى بدماغه فيه قانون يبقى نلتزم به والإنسان بيبقى مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون مسؤول أمام الجهات وأمام الناس فيه بقى طريقة تانية أنت بيحصل بيها الموظف على الدواء يعني إذا كان قد تملك هذه الأدوية بطريقة غير مشروعة فلا يجوز له الانتفاع بأي وجه من وجوه الانتفاع بل ده بيعد من أخذ المال العام بالباطل وإحنا قلنا أنه في أحاديث شديدة التحذير من أكل مال الأمة أكل المال العام والمال العام ده اللي بتعود منفعته على الجميع وليس على أفراد بعينهم وفي الحالة دي يجب إذا ثبت الأمر على هذا الحال أنه أخذها بطريقة غير مشروعة يبقى يجب عليه إعادة هذه الأدوية للجهات اللي تصرفها بأي شكل من الأشكال عشان يتبرأ مما صنع يا أخي السائل في حضرتك شوف نفسك أنت من أي حالة من هاتين الحالتين عشان يعني الإنسان يلتزم قدر الطاقة وأنه يتبع ما أمرنا فيما أنه الإنسان لا يستحل النفس شيء ليس من حقه بل عليه أن ينتفع بما هو حقه من الأمور المشروعة له شرعا وقانونا أخي الفاضل السؤال الثالث اللي معانا النهاردة من أسئلة الصفحة سائلة كريمة بتقول جوزي منعني أني أشتغل لكن أي فلوس بتجيلي بياخدها مني بحجة أنه مش معاه فلوس وفيه فلوس جات لي من أهلي كنت هعمل بيها حاجة لي وما كانش عنده مانع أني أنا أعملها بس أحاول ياخد مني الفلوس والمرة دي أنا رفضت وحصلت مشكلة كبيرة جدا وتدخل الأهالي وحلف بالطلاق أني مش هعمل الأمر ده وبعد كده تحل الخلاف بيننا وهي سألت شيخ عشان تعرف كفارة اليمين قال إن المفروض الست ليها ذمة مالية مستقلة بيها تفعل بيها ما تشاء طالما لم تغضي بالله سبحانه وتعالى فيما تريد أن تصنع أو تقوم به فدلوقتي أنا كنت عاوزة ده أعرف يعني ده صحيح لإني بعد ما قال لي كده قلت خلاص وروحت جبتها فهل فعلا صحيح ولا لازم كفارة اليمين من المعلوم شرعا إن الزوج له ذمة مالية مستقلة عن زوجته وكذلك الزوجة لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها يعني كل إنسان أحق بماله بمنتهى البساطة والنبي عليه الصلاة والسلام يعني نظم هذا الأمر وحد الحقوق بينها ووضحها عشان لا يجني أحد على حق أحد فقال صلى الله عليه وسلم كل أحد أحق بماله كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين إن الإنسان حر فيما يملك وهو أحق بماله يصرفه فيما يشاء وهو اللي حيسأل عن مصارف أوجه الصرف ده اللي حيصرفها مش حد تاني الحديث ده بيقرر أصل أصل مهم وبيؤكد أحقية الإنسان في التصرف في ماله الزواج في الشريعة الإسلامية ما بيترتبش عليه بحل من الأحوال اندماج الضمة المالية لأحد الزوجين مع الآخر يعني مش بيجي إحنا تجوزنا عشان تجوزنا يبقى فلوس وفلوسي وفلوسي فلوسه وكله كده مع بعضه الزواج عقد الزواج لا يملي ذلك سواء الأموال دي سائلة أو الأموال دي عقارات أو أسهم أو غير ذلك من صور المال المختلف وبالتالي لازم نفهم الموضوع ده وبالتالي لا يحق للزوج أو الزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أنه يتحكم في تصرفات زوجته أو هي تتحكم في تصرفات زوجها المالية ولا يعطي الشرع حقا لأحدهما على الآخر في التصرفات المالية كل واحد مسؤول عن حكته هيحسب عليها حر التصرف فيه فضمة الزوج المالية منفصل عن ضمة الزوجة المالية تماما ولا تأثير لعقد الزواج على ذمتي الزوجين المالية بالاندماج لا الكل ولا الجزء وبناء على ما وضحت لا يجوز أن يتصلت الزوج على مال زوجته بأي وجه من أوجه التصلت بالأخذ يأخذ غزبا عنها أو يحرجها فيأخذ الفلوس ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام أو أنه يمنعها شيء من التصرف عشان يلوي درحها فتديله الفلوس كل ده خلي بالنا وأخذنا منكم ميثاقا غليظة أكتر عقد في الشريعة الإسلامية ووصف بأشد أنواع الوصف وأدقها يبقى إذن الإسم المتعلق بأي حاجة في العلاقة الزوجية يأذي الزوج زوجته تأذي الزوجة زوجها الإسم معظم لأن العقد وصف بما لم يوصف بيه عقد من العقود عقد الزواج فما تستحلش مالها بغير حقه وأنت كمان تأخذي حقك ولا تستحلي ماله بالبطل لأن الزنب المتصل بالحياة الزوجية معظم لإيه لعظمة عقد الزواج وأخذنا منكم ميثاقا غليظة وعشان تبقى بينكم المودة والرحمة وتبقى بينكم بقى النصيحة يعني الخالصة أن أنا ممكن أشوره طب أعمل إيه طب إنت إيه رأيك في الموضوع ده فما تخليهاش تضغط إنت عليها فتروح تعمل اللي هي عايزة تعمله وأنت المفروض سندها في الدنيا وتستنصح وتاخد منك نصيحة وما شبه ذلك لكن بالطريقة دي هتهرب وهو كمان لو أنت بتعملي كده هيهرب منك والمفروض أن أنتوا اللي اتنين هن لباس لكم وأنتم لباس لهم أنت عايزة نصيحته وهو عايزة نصيحتك وعايزين مع بعض أن أنتوا تتعاونوا ما تخليش كل واحد يشرج من التاني بسوق تصرف كل واحد أو تسلط زوج على زوجة أو الزوج على الزوج ننصح في مثل هذه الأسئلة بالتعامل بالحكمة ونستعمل الحيلة لأجل المحافظة على استقرار البيوت يعني ده مهم خلاص أنا عرفت أن النقطة ضعف الفلوس إيه بعيدة عن الحتة دي مش أهلك الدوكي الحاجة خلاص وتصرف في الحاجة طالما ليس فيها اعتداء على حق من حقوق شيء أنت عايزة تجيبيه شيء أنت عايزة تبيعيه أنت حرة ده مالك وما تجيش بقى تقوليه أهلي الدوني وأهلي عملولي وما تحطيهوش قدام النقطة دي فأعمل حيلة أبعد أمالية زم مالية مستقلة وما لهش علاقة بفلوسك وحاكتك فما تحطيش بقى إيه الموضوع قدامه فيبتدي يطمع فيك فيبتدي يحصل المشاكل يعني نتصرف بنوع من الحكمة ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق أما بخصوص بقى اليمين الذي حلف بها الزوج هو واحده سيدة الفاضلة اللي بيتم معاه زي ما قولنا قبل كده بيتم معاه التحقيق في أمر اليمين ده وبيتسمع منه اللي قاله بالزبط وأنا دايما بوصي في حالات الطلاق وأيمان الطلاق بالاتصال أو التواصل مع دار الإفتاء المصرية في لجنة مخصصة بهذا الأمر وأنا يعني منذ ما إحنا ابتدينا مع حضراتكم حالات الطلاق دائما أبدا بنحولها إلى دار الإفتاء سواء بالطلاق المباشر أيمان طلاق أو الطلاق معلق كل أنواع الطلاق إلى دار الإفتاء المصرية هنستأذن حضراتكم نطلع الفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نتواصل مع حضراتكم ونواصل الرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عدرة اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلادنا وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين آمين